كلنا مغربة شعب مغربي لا داخل أرض الوطن ولا خارج أرض الوطن كان حلموا بمغربي أفضل ولكن على أرض الواقع واش هاد المغرب زيد القدام ولا مفراني ولا اشنوا واقع في ظل سكوت الحكومة واحد الحكومة اللي مكت توصلش واحد الحكومة للزيادات في المحروقات اللي هو القلب النابض دي الاقتصاد المغربي كيتزاد وتشوح ما كيدو أتدقوا السكات ما كعينش ما كبنسوقينش ما مصوقين للشعب لاتحاجة واش كتعرفوا الغلاء ديال المعيشة في نوصل في المغرب أنا أتساءل المواطن الفاقير كيف بش كي خرج راسه في النهار كيف بش كي ديع إلا عنده غير جوج لوليدات الله يحسن العوان طبقة المتوسطة ما بقعت كتقدر تخرج راسها طبقة المتوسطة اللي كتربح واحد تمنال لف درهم تسع لف درهم عشر لف درهم الشار أورا هما مشنوقين طبقة الفاقيرة الله أعلم مني كان عارفوا بأن الأغلبية ديال الشعب المغربي طبقة فاقيرة مني كان شوفوا الترتيب ديال المغرب في مختلف الميادين في المنظمات العالمية غادينوا كنزلوا كين مشكلة سيد رئيس الحكومة اليوم وليد كنقول أن المغرب ارتكب أكبر غلط من يحط واحد رأس مالي بحل أخ النوش رجل أعمال على رأس الحكومة المغربية أولا في نهاية ديك 17 مليار درهم اللي اليوم ولات واحد كدو 30 ولا 40 مليار ديال درهم عمت هي ديكرة دخلت صندوق الدولة على الأقل ولكن شكل غايدوي معاه المحروقات غادي نوكي تزادوا سيكون بارون المحروقات هو عزيز أخ النوش هو مل الأقسجان هو مل الهواء البرل تحت كل شيء دياله المغرب كله دياله وراك نقول هديما أغنى رجل في المغرب هو عزيز أخ النوش وأقوى سياسيا كي المالك إياه ولكن عزيز أخ النوش هو مل حكومة هو رئيس الجهات كاملة ديال المغرب المجالس الإقليمية الأغلبية ديال الجامعات القروية والحضرية كلها دياله مع العلم أنه إنسان فاشل ومصيب هاي الناس اللي صوتوا بمئتين درهم الناس اللي تقو في الحمامة هاي كتب زقلينا الحمامة الناس اللي تقو في ذوك الخطابات وكي تجارى واذا بغيت نعرف نشوفكم اليوم كديرين كنتوا بخير وليتوا فقراء بغيت نعرف حالتكم كيف باش كتحسوا دابا وانتوما غنقول هبتا مغرابيت وانتوما تقولوا بتو تقولوا بتو غادي كتجريوا الهتافات وهذا السعادز اللي بغينا ايو يا الله على مواقع التواصل الاجتماعي ايه خدموا شركات اللي داروا مئات الألاف من الحسابات الوهمية وكينا شركة إسرائيلية كتقول لك أنا خدمت مع المغرب في واحد الحملة انتخابية ايو والحكومة وهو تشوح ما كيدون اليوم غلاء لأسعار كل شي شاعل كتعرفوا الليمون احنا بلاد الليمون اقادير بلاد الليمون 12 درهم الكيلو بالقرؤ اعطوا الحامض ذا 20 درهم كل شي غالي وصلات بالمواطن كيمشي كيشري رابعة دماطيشة كيشري جوز بصلات وفرنسا واللينا يمكن بحلاكة ما يمكنش هذا الفين وصلنا وليتيك تمشي للسوق ديالالهناية اقادير وناس خارجين بجوز ماطيشة رابعة دماطيشة وربعة دماطيشة وحنا هما المصدرين ماشي غير مصدرين الخارج تدخيل المغرب احنا اللي كنفعو الخضراء ووللي نشوف حالتنا كديرا غنجيو لمدينة اقادير وكننقول لكم بأن الدولة ما كتتواصلش الحكومة ما كتتواصلش تشيو واحد ما مصوق المازوت غاديو كيزيد وصلنا 14 راكينا واحد زيادة خراعة وتاني غادي هتزاد فيها شي كدو 40 سنتيم هوا غيوصل لها 14 ونص الكاميونات اللي كيجيبو الخضر الكاميونات اللي كيينقلوا السلع والبضائع وكل شي الكيران اللي كيديو المواطنين كل شي غاديغلى تاكسيات كل شي غاديغلى فين غادين الحكومة مصوقاش كيكتبو علينا اللي قال لك الحرب ديال أوكرانيا اللي كيقول لك السوق العالمية كدابين لأن حسب الإخصائيين ناس ديال الاقتصاد والباحثين في علم الاقتصاد ديال البلاد كيقول لك حنا ما ديرينش لومبارغو على روسيا ما ديرينش لومبارغو على روسيا أوروبا ديرا لومبارغو يعني غاديش يقلبو في أسواق اللي هي غالية ويجيبو المحروقات احنا لا نوك احنا كنجيبو من روسيا المحروقات وكنجيبوها بتمان أرخيص وكنخليو الأرباح في الخارج عن طريق شركات اللي سحاب المحروقات ديرينها برا وكيخليو الأرباح برا وكيديكلارو ويش غايدكلارو لجا ما رايك معلوم لجا ما رايك منك تدخل وكتقول لك أنا راي ما كيجينيش من روسيا إلا واحد القسط والا كينا تشيروا كلهم الأعيب لأن شركة ديال فلان في هاد دولة فلانية شرات هاد المازوط من هاد البلاصة وها كيفاش وعطى الله كي بشكير بحوق آلاف الملايير سؤال ديالي لرئيس الحكومة ولداتوا معاه وادا مش حال غا تعيشوا مش حال تمانين عام تسعين عام أنا ما هتعيشوا لألف عام لألفين عام خليو غرح ما تنزل على هاد الشعب هادا خليو غير الناس يذكركم بالخير اليوم المواطن المغربي غيكة تقول ليه أخنوش مازا ما قلتيش أخنوش يلا قلتي أخن كيوقف ليش عرو بحيل ضربو الضو تصورش حال ديال دعاوك دي ها السراعيس الحكومة شحال ديال دعاوك دي الله يحفظك ويحفظ لك عائلتك الله العظيم إلا الله يحفظك أنا بعدها كندعي معاك من قلبي غير الله يحفظك ويخليك عائلتك لأنه ممساك الماديرين والو ولكن رح مصيبة هادي شكرا